بسم الله الرحمن الرحيم زي جواب الشباب زي كومانات النهار دا ان شاء الله نشرح مع بعض الامرة اعلى عن فكرة اشرح لكم مضارع من شوية وعايزك تلحق على طلب الامرة لان المضارع والامر يشيء واحد انت اساسا متملش فيه حاجة كتير ليه؟ قهرة الامرة اساسا بتعتامل على المضارع كل انت بتعرف تصرف الفعل في المضارع بتعرف تصرف الفعل في الامرة بس ايه هي الفكرة الامر يا جماعة باختصار شديد هو التصريف هو طبعا اسمه امبراتيفا الامرة الامر هو التصريف الفعل طبعا انا مرقم لك هنا بجرامير بحيس ان انت تتعرف ان انت ماشي واحد اثنينين تلاتة اربعة كرة خلاص؟ وكل حاجة هتنزل ان شاء الله بإذن الله هحط لك عليها العنوان بتاعها عشان انت بتذاكر ايه الامبراتيفا الامرة ما له الامرة الامرة شباب هو التصريف الفعل مع يامتي يامنو 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 من غير اساسا انت كطالب ما تكتب ولا تي ولا نو ولا فو يعني انت بتصرف الفعل معهم من غير ما تكتبهم طب افكرك بحاجة هي افعال المجموعة الاولى افعال المجموعة الاولى وطبعا التكة بتاخد الس أسف يامنو انت في الس المجموعة المجموعة التالتة كانت التجarım اكون تأخذ S و T تأخذ S طب العنز T تأخذ S طب نو تأخذ S طب الفو تأخذ EZ طب لحركك لا تلاقي الـ EZ تأخذ T أس معنى ان انتك صار فعلي يما مع T يما مع نو يما مع الفو من غير ما تكتب ولا T ولا نو ولا فو ايه فعلا بالمضاعب الامرة حذف الضماير لو حذفت الضماير يبقى ده أمر سبت الضماير يبقى ده مضارع طب اسمع بقى القادة يصرف الفعلي مع T والنو دون تكتبتهم من غير ما تكتبهم ويحذف حرف الـ S مع T اذا كان الفعلي من معقولة يعني اي فعلي من معقولة احذف الـ S مع T طب نحذف الاس دي؟ لا ده مجموعة تانية نحذف الاس دي؟ لا ده مجموعة تالتة طب نحذف اي حاجة تانية؟ لا مفيش حاسف تاني خلاص هي T بس اللي بيحذف منها الـ S اذا كان الفعل مجموعة ايه؟ اولى بمعنى ان انا لمادي مثلا في مثال من الامثلة وقولك علي وراها كومة يعني منادة بالندي عليها نؤقت ألي كل يترى قلو فا ولا فا ولا في طب انا بتبلك نفس الجملة وقولك علي نؤقت ألي كل الجملة دي لو اخذ بلك منها امر ليه؟ لوجوده كومة لكن الجملة دي مدورها اللي عرفك انها مدورها فيش كومة علي هنا بيساوي إيلة إيلة هتاخد ايه؟ ركش شوي اهي فا طب علي هنا هيساوي مين؟ هيساوي تي لاني بدنادي علي بقوله علي تي يبقى فيه الإجابة فا هاجة اختار الإجابة فا هفتكر ان دا كان فيطب قال ليه؟ وقال ليه كمجموعة اولى وطالما فالي مجموعة اولى يحذف الـ S يعني S اللي لازم احذفها يبقى فيه نجابتك اهي خلاص فا هكذا ايه فعل تاني وايه مثال تاني ادي اكزامبل تاني لوماتش سيل كو بلي يترى قولك ريجارت ولا ريجارت ولا ريجاردي دي اما تشيك تغلع الإجابات الامر اما مع T اما مع نوع اما مع V تقال على دا كده؟ ويمفع الإجابة كوني ويجارت؟ لا غلط طب ايه سبب الغلط؟ ان فيها S اصلافها للمجموعة اولى يبقى لازم نحذف الـ S يبقى بتاني اجابة كلها غلط ممكن تبقى الإجابة على دو جارد او دو جاردي دي صح و دي صح بس اك هدور في الجملة وقرأها كويس لأخيرها لو سبحت هتلاقي فيه هنا بيقولك سيل تو بلاي سيل تو بلاي وطالما قالك سيل تو بلاي يبقى عاش تصريف مع تشي طب فيه تصريف مع تشي اهو طب فيه الاسم؟ ما لحزفتها ما هو يحزف الاسم ما قفع الممو عليه الاولى طب ايف هو تحطير لك هنا V وبقولك سيل فو بلاي يبقى خلاص رجار دي اخر ايه زبت؟ بفيه علامات بتبين لك انت اكثرت مع مين يا شباب؟ طيب كلام جميل طب هكثرت مع تلتا كده؟ مونا لبس إلي كار إلي كار إلي كار 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 جملة طويلة شوية ما تتهزش حتى لو جملة طويلة الجملة طويلة دي ممكن يكون فيها حاجة مهمة جدا جدا بتبين لك انت هتصرف معك شي ولا مع النوك ولا مع الفو بلنادي على مونة بقولها يا مونة يا كار برو ولا برو ولا برو كن طبعا ينفع برو ولا ينفع برو ولا ينفع برين اولا قلتلك هنا كن وطالما قلتلك كن يبقى لا مش عارس تصريف الفو التوني دي دليل على انك لازم تصرف مع التى طب التى بتاخد ايه؟ طن تى تى يبقى مونة هنا بكساوه مين؟ بكساوه تى طب فيم تصريف التى؟ التى ده فعال مبنوعة تالتة بتاخد اس؟ طب احذف الاس؟ لا الاس دي الكحزة في افعال المبنوعة الاولى بس يبقى دي غلق ودي جابتك طب لك كنت قلتلك هنا وقلتلك هنا مدام مونة يبقى برون ايه؟ بتعلم فجأة مشاكل خالص تانى مونة بروليوبيس لكارتون ترافاي خل الوبيس عشان شو ليك متأخر بتعلم فجأة مشاكل من اي نوع؟ هات اي فعالي بقى واشتغل عليه بنفس الواتجرة مش هتلاقي نفسك بتقع في مشاكل بتعلم فجأة مشاكل بتعلم فجأة مشاكل ميكوبة لبس ميكوبة لبس بتعلم فجأة بتعلم فجأة بتعلم فجأة بتعلم فجأة بتعلم فجأة ميكوبة هنا الجملة دي مضارعة والأمر لازم تميز بين المضارعة والأمر الجملة دي مضارعة ايه دليلك؟ ميكوبة بتساوي إيه لأفاكس إيه لأفاكس إيه لأفاكس بتاخدنا ايه؟ يعني هنا الإجابة بتاعتك تبقى برن إن أصحابي بيركابوا الأكتروبيس كبيرنا وراء يبقى ميكوبة بكساوي حاجة من الكنين يا إما نو يا إما فو ما الأمر يا إما مع التى يا إما مع نو يا إما مع الفو يعني ممكن أن ندية لأصحابه أقول لهم يا أصحابي برنو لبيس يلا بينا نركب الأكتروبيس لها موجودة في الإجابة تبقى مليكش برنو هتلاقي برنو يا إما أصحابي يلا بينا نركب الأكتروبيس لها جيت اقتراحة هو ده اللي احنا عايزين نقوله مفيش شطر من كده طيب بقى يتبقى معنا نوع من الأفعال بعد ما عرفتك طبعا الفرق بين جملة المضارع وجملة الأمر المضارع مفيش كومة الأمر في كومة طيب هاي دعمل لها جملة مهمة شوية بنقلق منها إيه الجملة اللي بنقلق منها لما أقول لك كنت جين بلو ومولك كنت جين بلو ومولك كنت جين بلو 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 تيجي هنا تقولي الإجابة م ولا مكتين ولا مكتا تقولي ما أنا مش عارف أصرف مع مين أولا مفيش فاعل وطلبة هنا مفيش فاعل بلو جملة بتاعتها كامرية طب الجملة هنا مش باينة صرف مع تي ولا نو ولا لو لا يا أخي باينة قوي في هنا تن يبقى لازمك صرف الفاعل مع تي يبقى هنا تقولهم مي البس بانطلونك الجنس الأزرق طب افرق بالكلمة باك انت شايف هنا فوترا الفوترا دي دليل ان انت لازم صرفه على لفو يبقى مكتين حضرتك يلبس بانطلونك الجنس الأزرق طب تكترح اقتراحة في هنا نوترا يبقى لازم صرف مع انه متو نوترا جين بلو نلبس بانطلوننا الأزرق الجين نكون الأزرق الجنس فيها مش كده يبقى انت عرفت كده ان ممكن الجملة الجيلك فيها اسمة وده كومة يبقى ده أمرة او مجيب لكش اسمة أصلا ويحط لك دليل للإجابة لها كون ونطر وفتر يبقى يقولك صرف عنه ياما مع تي ياما مع الفو ياما مع تي موفو طيب فيه نور من الأفعال يا جماعة اسمه الأفعال ذاتة الضميرين الأول أريد أن أرغب لك شكله في المدارع كان مثل طيب طيب أفعال المدارع بمعنى يغتسل يتوضح ياخد شوار أي شيء ج م لا ت ت لا 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 نيع الحق لا 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 umb لا أولا بل لا بل مع T يأخذ T الذي يأخذ C النو يأخذ نو كمان الفو يأخذ V كمان الذي يأخذ C ده مدرعة أريد أن أجعله أمر يا شباب يبقى يخصك من هنا يخصك من هنا T والنو والفو يلا أكتبهم T تلاف نو نو لافا فو لافا لافا ما رأيكم كده مدرعة نحاوله الأمر نحاول الأمر نحاول الأمر كيف أول شيء يكتب الأمر بدون ضماير فاعل ويحزى في الاس لأن الفعل ده أساسا مجموعة أولى يحزى في الاس كنا خلاص بأمر ناقص دول بدل ما هم قبل الفعل نحاولهم بعد الفعل نرجحهم نرجحهم بعد الفعل مع تحاول T للشكل جميل اسمه طوا يعني تبقى إزاي لافا طوا ولازم تحط الشرطة دي لافا نو لافا لافا فا يبقى أنت كل ما عملته جماعة التو والنو والفا اللي قدام عينك دول بدل ما هم قبل الفعل حطيتهم بعد الفعل مع تحاول الكل شكل جميل اسمه طوا والنو بقى إزاي والفعل عادي بياخدوا ناقر اسم هزافت الاسم يعني لو عندك فيرب مثلا اسمه سي سي نقول سي بلدي يتفسح عاز أقولك أمر على طول ريح بالك بلد زي لاف كوا يبقى على طول بلد كوا بلدا نو بلدي بلدي فو بلد كوا بلد نو بلدي فو طب افرد عايز نافية الضمار دي رجحها تانية قبل الفعل وترجع كوا زي ما كانت قبل الفعل تي افهم كده دائما بعد الفعل كوا قبل الفعل تي بعد الفعل كوا قبل الفعل تي يعني تبقى ازاي نت نت بلد با نت 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 بلد با نت بلدي با نت سيا نت سيا نت 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 ني تي كوش با ني نو كوشو با ني فو كوشي با كنت بتعمل ايه اتوا نو فو بعد الفعل في النفية بيبقوا تي نو فو قبل الفعل طب ايه شكل المثال لما بيجي لك في الامتحان اقول لك شكل المثال لما بيجي لك في الامتحان يقول لك ايه يقول لك في جملة من الجمل نادة تو بورالي اكوليكل يا نادة هولا كوش با ولا تكوش ولا كوشيفو تعال دور كده نادا ما ناد عليها طالما بالله يا نادا ولا يا مادم نادا والله يا نادا وطالما بالله يا نادا ربنا بكلمها بالتي ولا نو ولا البو شوف المتاح عندك يا أخي أولا تعال كينة كون يبقى دي دليل ان انت لازم تصرف الفعل مع تي معنى كينة دي خلاص مش نفعة يبقى يما كوش طوا يما تكوش طب دي غالك ليه سببين أولا التي لما تيجي قبل الفعل لازم تبقى جملة منفية طب هل في نفي ما أنا بقول لك الطوا بعد الفعل التي قبل الفعل في حالة الأمر المسبك بتبقى طوا في حالة الأمر مجملة بتبقى تي قبل الفعل يبقى ده السبب أول خطأ فيها انها قبل الفعل المفروض قبل الفعل يبقى لازم تبقى منفية يعني لازم تبقى فيه هنا نيه وبا وكاني خطأ فيها يعني فيها اس ما الفعل ده مجمعقولة يا أخي وانت لما الفعل مجمعقولة يبقى لازم نحزف الاس يبقى مش بقى عندك غير كوشكوا يا نادا ناني مبكرا عشانك تروحي مدراسكك اللي احنا ما بروحش هلاص طيب ممكن اقول صعب سياربوز بمعنى ستراياح ولا سياربوزك ولا سياربوزك يا جاربوزي فهي سياربا أولا كومة والدى أمر يقوم بمفعش التصريف مع ايلا دى اصلها ليس صرافة مع ايلا في أمر مع ايلا يا شباب يا ام تيو يا ام نو يا ام فو لا تستطيع اي من وكما الاجابة يا ربوزكوو ياما ربوزي فو كمانا باحترم الرجل ويقول له يا ميسيو ولهجيك احترام والكلام ولهجيك احترام يبقى التصريف مع الفو فين التصريف مع الفو اهو يا جماعة ميسيو ريبوزي فو قبل قلتوله عالي يبقى له ريبوستوى استريح في مشكلة ده فير بالمعنى استريح اسمه سي ريبوزي وبالشكل ده يبقى الامر كمانا ويقول لي ما هو ما الا مدارع طيب ايه رايوكو الامر موجود عندك في المذاكرة بتاعتك صفحة 68 ده الامر او ارغلك قدامك عشان ما بايش بعيد عنك صفحة 68 قدامك ادي الشرح ازا ما شرحنا وهدي الامر قدامك وعندك اسئلة عليه على فكرة القاعدة دي ملغية من عليك خلاص اللي بتاعك فرباك وافوار وصفوار الشاز لكن خلينا هنا اول قدامك انت شايفها مدارع ولا امر مش فيها كوم اراء يبقى لا امره طب سامي كومة علي كومة يبقى بيكلم سامي وعلي بياخد دفع سابودك يا سامي يا علي ايه ده لو بيكلم سامي لوحده يبقى بيكلم مع تي بيكلم مع تي بيكلم مع تي بيكلم الكنين تي جمعها ايه فو فين تصريف الفو قدامك صور ت سامي علي اخرجه من الفصل سامي علي بس المدارة ما في شراء كومة سامي وعلي سامي بيساوي وعلي بيساوي يبقى بيساوي يبقى بيساوي معنى كده ان الجملة دي ايه مدارع ايه لفكس بتاخد نهاية ايه لانك ايه سامي وعلي بيخرجوا من الفصل طب سامي هنا مفيش وراء كومة تبقى مدارع وسامي بيساوي قيل والقلب تاخد نهاية ايه الت يبقى سامي علي في بيعملوا الواجب طب سامي وراء كومة يبقى امر انا بقوله سامي ولا يمسو سامي بقوله يا سامي وطالب بقوله يا سامي يبقى التصريف مع التي يبقى اعمل الواجب فين اعمل الواجب هنا اولا انه مصدر ما ينفعش وده تصريف مع القيل بس فيه كومة يبقى تصريف معك تي يبقى عندك فيه يا سامي اعمل الواجب علي وضع كومة يبقى امر علي بنا دي علي يبقى اقوله روح المدرسة في معادك هكوني مختلطش دي ليه ايه السبب اصلا لازم احذف منها الاس طب هنا مفيش حد اساسا انا صدق معاه لكن فيه دليل يا شباب شايفين التن يبقى التن دي علامة بيدوس فيها على رقابتك ويقولك صرف الفعل مع التي فين تصريف الفعل مع التي اهو يا جماعة اكري طب تعالى اكتب جواب لباباك طب هنا فيه فكرة بيدوس على رقابتك ويقوله الصرف مع الفو اهو طب هنا بقى فيه قادة عامة بتقولك ده ملوش علاقة بالامر طبعا ده نوع من النصيحة بيقولك اذا اتى فعلين في الجملة اذا اتى فعلين في الجملة الاول يصرف والثاني لا يصرف إبقى ده مش امر دي اسمها كونساي نصيحة تدوى ياجب عليك تدوى ياجب عليك تاخد بالك طب ايه فو الفعل الاولان المصرف هو يبقى جتني غير مصرف فيه غير مصرف الفو بيان او كو تي حتى لو في بيان مفيش مشكلة ياجب تسمع كويس طب هنا بسمة وراحة كومة يبقى ده امر طب امر مع تي ولا نو ولا لفو طب يعني بقولها يا بسمة يبقى بصرف مع تي طب لو قلت لها مدام بسمة يبقى بصرف مع تي طب بسمة وفيه هنا تي يبقى لازم بصرف مع تي فين تصرفك تي ما تشيب تاخد اس فعل المجموعة تانية اسمه فينير ينهي او ينتهيما طب الفعلي ده اساس المجموعة تالتة لكن واخد نهاية المجموعة الاولى وطالما واخد نهاية المجموعة الاولى يبقى يعامل كما افعال المجموعة الاولى يبقى بيفتح الباب ايه ده ده فيه هنا تي يبقى بقولك صرف الفعلي مع تي طب فين مع تي اهو بس انا لازم احزف الاس يبقى فين اجابتك اوفرا افتح الباب من فطلك لازم فو الأطفال بلندي عليهم بلندي عليهم بلندي على الأطفال وراء كومة يبقى بكلمهم بالفو طيب بكلامهم بالفو فين التصريف مع الفو اهو يا أطفال استنونا ما لنودي ايه ملاش علاقة بمضوع ده ضمير مفعول واي عليه الحدث يا أطفال انتظرونا لبيس أريف الاكتوبيس وصل الجملة دي مهمة جدا الاكتوبيس وصل هصرف مع تي ولا نوو وهو خلاص محدد لك تي يعني اندي خلاص مصدر ما تنفعش والله يا جماعة المفروض الإجابة بتاعتك تبقى فا المفروض لأناس بتقولك لازم نحزف الاس للأسف عندي الإجريكي دي مهمة جدا الإجريكي دي ليه سلامة النطق لازم أرجع الاس وده استثناء مش بيحصل غير ما عافيت بقى ليه بنرجع له الاس لسلامة النطق بنرجع الاس لسلامة النطق بدل ما أقوله في اي أقوله فازي فازي يبقى ليه ان الاس دي الاس دي يا جماعة رجعت لسلامة النطق هي أساسا بيكو حزف بس في وجود الإجريكي بالتحديد يا جماعة مش أي حاجة تانية يعني لو قدت حرف جر الموضوع عادي أي حرف جر الموضوع عادي لكن في وجود الإس لازم ترجع في وجود الإجريكي لازم ترجع الإس لسلامة النطق وده كده اسمه الأمر نرجو من الناس إن الأساني لحليكتها دي تحطي حليها تاني وده عندي كتاب خريجي يا أخي افتحه وافتح الجرامير وحاول تحل أي جملة على الأمر إن شاء الله بما شئت لها هتلاقي نفسك بتعرف تحلها كواس قوي وده كتاني حاجة في الشرح شرحناها مدارع وعدن أمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته